موسيقى الرئيس الموريتاني يصل مدينة الشرمي الشيخة المصرية لحضور أعمال منتدى شباب العالم المنظمي في المدينة زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية يقول أن قوانين حزب تواصل لا تسمح له بترشح لرئاسة الحزب النجر تعلن السماحة للولايات المتحدة الأمريكية من اشتر طائرات حربية بدون طيار على الحدود مع مالي وليبيا وصل الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إلى مدينة الشرمي الشيخة المصرية لحضور أعمال منتدى شباب العالم حيث استقبل من طرف وفد حكومي مصري رفيع المستوى ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر إلى غاية الحادي عشر نوفمبر ثلاثة آلاف شاب ينتمون لأزيد من مئة بلد إلى جانب حضور عدد من رؤساء العالم ويناقش المؤتمر القضايا التي تشعل شباب العالم كما يتبادلون الخبرات وتجارب في مجالات مختلفة قال زعيم أسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا القيادة بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل الحسن المحمد إنه لا يمكن أن يترشح لرئاسة الحزب لأن نصوصه تمنع من ذلك وضاف المحمد في مقابلة مع صاحبة القدس العربي أنه لا يرغب في تحامل مسؤولية حزب بحجم تواصل مشيرا إلى أنه سيكون أول حزب يقر في نصوصه وجوب التنوب أعلن وزير الدفاع الوطني بالنجر عن أن طائرات أمريكية حربية بدون طيار سيتم نشرها قريبا على الحدود بين النجر ومالي بهدف محاربة الإرهاب بالمنطقة ويأتي هذا الإعلان بعد مضي سابع على مقتل أربعة جنود أمريكيين وخمسة نجريين في كمين بمنطقة تقع بالقرب من الحدود مع جمهورية مالي المعارض الخاسر في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بالقابون جانبينغ يدعو إلى إفشال تعديل الدستوري المرتقب تقديمه للبرلمان في عضون سبعين وقال جانبينغ في خطاب وجهه لمناصره أن تعديل الدستوري المرتقب يحمل بذور القضاء على النظام الجمهوري وتحويل البلاد إلى مملكة وأكد جانبينغ أن تعديل الدستوري المقدمة ينتهك مبدأ فصل السلطات ويتجه نحو سبيل الاستبداد مضيفا أن بعض أحكام القانون ليست محل أي مراجعة دستورية ويعتبر مشروع التعديل الدستوري في القابون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء نهاية تشاري سبتمبر الماضي نتاج حوار سياسي نظيم في البلاد شهرين مارس ومايو شاركت فيه بعض أطراف المعارضة غير أنه قطع من طرف جانبينغ الذي أكد أنه غير معني به ويشمل التعديل الدستوري المرتقب والذي يعتبر السابع منذ عام 91 تاريخ بدء التعددية السياسية في البلاد يشمل أربعين مادة من أصل 119 هي عدد مواد دستوري القابون وتحدد بعض المواد الدستورية العلاقة بين الرئيس والحكومة وتعزيز صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالرقابة كما ينص على إنشاء محكمة عادل للجمهورية لمحاكمة كبار ومسؤول الدولة وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء غدات مصادقة على مشروع التعديل الدستوري شهر سبتمبر الماضي ولم يتم بعد نشر التعديل الدستوري المقدم أمام البرلمان لطلاع على مختلف المواد التي يقترح تعديلها والتي تحدر منها المعارضة وتعتبر الهدف منها تقنين الاستبداد ويحظى النظام بأغلبية داخل البرلمان تضمن له تمرير مختلف القوانين التي تقدم أمام الغرفة وهو ما يسد الطريقة أمام إمكانية إجهاض مشروع التعديل الدستوري هذا المحكمة العليا في ليباريا تحدد لاثنين موعدا للإعلان عن تاريخ إجراء الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العاشر من شهر اكتوبر الماضي وشارك فيها عشرون متنافسا لخلافة إيلين جونسون سيرليف التي تحكم البلاد منذ ذنتي عشرة سنة وانتهت مأموريتها الدستورية ويأتي قرار المحكمة العليا بعد أن حددت اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد السابع نوفمبر موعدا لإجراء الشوط الثاني من الانتخابات قبل أن يطعن ثلاثة من المترشحين في النتائج ويصفونها بغير الشفافة ومن بين هؤلاء المحامي تارلز برومسكين رئيس حزب الحرية الذي حل ذالذا في نتائج الانتخابات بنسبة عشرة في المئة إضافة إلى جوزيف بواكي الذي يخوض الشوط الثاني مع جورجوية ويذير الطعن في الانتخابات مخاوف من أن تتطور تداعياته فتقود البلاد إلى موجة عنف جديدة بعد أزيد من عقدين على وضع الحرب الأهلية أوزارها في البلاد مخلفة ربع مليون قتيل على مدى 14 عاما وقد زار مونروفيا على جناح السرعة الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي الفا كوندي والرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فورنيا سينكبي من أجل تلافي وقوع زلاق محتملة حيث التقي الرئيسة منتهية الولاية وبعض أطراف المشهد السياسي في البلاد والمترشحين الذين طعنوا في النتائج ويذهب الطاعنون في شفافية الاقتراع أبعد من ذلك حيث يتهمنا الرئيسة المغادرة للسلطة إيلين جونسون بالتأذير على اللجنة من خلال دعوتها للقاء بمنزلها يوما قبل إجراء الاقتراع قالت المديرية العامة للأمن المغربية إنها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين للاجتباه بطلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة إطلاق النار على أحد المقاهي بالحي الشتوي بمدينة مراكش جنوب المغرب والتي قتل فيها شخص وجرح آخرون وقال بيان أصدرت المديرية السبت إن الأبحاث والتحريات المتواصلة التي تجريها المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية لشرطة القضائية أسفرت عن توقف مواطنين هولنديين أحدهما ينحدر من جمهورية دومينيكان والثاني من جمهورية سورينام وقال البيان إن عمليات التحرية والمتابعة التي أنجزتها المديرية في إطار التعاون الأمني والدولي بيانت أن للمشتبه فيهم ارتباطات مباشرة بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات وكذا الاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية وسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد وأشار البيان إلى أن عمليات التفتيش وتحليل الآثار تكنولوجية بحاسوب محمول في ملكية أحد المشتبه فيهما مكنت من رصد اهتمامه بالأسلحة النارية الفردية بحيث قام بعدة أبحاث وتقصيات في شبكة الإنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردية هو نفسه السلاح والمستخدم في ارتكاب جريمة القتل بمدينة مراكش وهو عبارة عن مسدس من نوع كولوك من عيار 9 مليمترات وكانت مدينة مراكش قد ذاقت قبل نحو أسبوع على وقع عملية إطلاق نار بأحد مقاهي المدينة خلفت مقتل شخص واحد وجرح آخرين كان في المكان نفسه ونقلت وسائل علام محلية حينها أن شخصين كان على متن دراجة نارية توقف بشكل مفاجئ أمام مقهن في أحد الأحياء الراقية بالمدينة وأطلق أربعة عيرة نارية أصاب اثنان منها الضحية في حين أصابت رصاصتان طائشتان فتاة كانت تجلس بالمكان وناديلا في المقهى وذكرت العديد من المصادر الإخبارية أن الحادثة ربما يكون على علاقة بتصفية حسابات لها علاقة بتجارة المخدرات وقد عثرت الشرطة لاحقا على دراجة نارية وسلاح المستخدم في الجريمة وقد أضرمت النيران فيهما وبحسب مصادر في المديرية العامة للأمن فإن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 29 و24 سنة وقد وضع تحت الحراسة النظرية في انتظار التوصل بالنتائج باقي الخبرات التقنية والبيولوجية التي يباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن قال مسؤول في قطاع الكهرباء في ليبيا أن أربعة مهندسين أجانب يعملون لصالح شركة إنكا تركيا للإنشاءات يختطفوا في جنوب غرب ليبيا وأضاف المسؤول الليبي أن المختطفين وهم من تركيا وجنوب إفريقيا اختطفوا لدى انتقالهم من المطار إلى مدينة أوباري أو إلى محطة لتوليد الكهرباء كانوا يساعدون في بنائها ولم ترد مؤشراتهم بعد عن هوية مختطفيهم وأشارت إنكا في بيان على موقعه الإلكتروني إلى اختطاف ثلاثة مواطنين أتراك وقال البيان قرب منتصف النهار في ليبيا اختطف مجهولون ثلاثة من مواطنين منهم إثنان يعملان بشكل مؤقت في البلاد بينما كانوا يتنقلون خارج موقع البناء وأضافت تتابع شركتنا الموضوع عن كذب ونحن على اتصال بالسلطات التركية والليبية وفي وقت سابق فاد مسؤول أمني ليبي لوكالة فرانس بلس أن مهندسا ألمانيا وثلاثة أتراك يشاركون في بناء مصنع كهربائي في جنوب ليبيا فقد أثرهم في منطقة أوباري وأضاف المصدر أن المهندس الألماني الذي يعمل مع شركة سيمينز والأتراك الثلاثة وهم مهندس وفنيان يعملون مع شركة إنكا التركية فقدوا على الطريق بين مطار أوباري ومحطة الكهرباء حيث تبعد أوباري نحو ألف كيلومتر عن العاصمة طرابلس لكن السلطات الألمانية لم تنفي أو تؤكد اختطاف أحد مواطنها في ليبيا ويستمر العمل في محطة أوباري لتوليد الكهرباء منذ سنوات وتوقف على فترات بسبب اشتباكات من الفصائل القبلية والاختطاف شائع في أنحاء ليبيا التي تعاني من الاضطرابات الأمنية منذ الخامس عشر من مايو 2014 بعد انطلاق عملية الكرامة التي تستهدف إعادة سيطرات الجيش والقوى الأمنية على الأوضاع في ليبيا وتنحية قوى الثوار الليبيين التي أطاحت بحكم العقيد الليبي معمر القذافي في العام 2011 في تصريح على هامش زيارة له إلى لبنان تستمر خمسة أيام قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن قرار المصالحة استراتيجي لا رجعت عنه مدرجة لانحياز الحركة إلى خيار المصالحة الوطنية في إطار حرص حماس على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بدران الذي يرأس وفد من قيادة حركة حماس التقى خلال زيارة عمله سفر دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وعدد من ممثل الفصائل الفلسطينية منهم وفد من الجبهة الشعبية لتحرير الفلسطين برئاسة أبي أحمد فؤاد ووفد من جبهة النضال الشعبي برئاسة أمينها العام خالد عبد المجيد ووفد من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أنوار رجا ووفد من الجبهة الديمقراضية برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان ووفد من جبهة تحرير الفلسطينية برئاسة نائب الأمين العام أبي نضال الأشقر حيث أطلع بدرامو مثل الوفود الفلسطينية على آخر مستجدات المسالحة مؤكدا ضرورة الاتفاق على مشروع وطني قائم على الثوابت والمقاومة في مواجهة المشروع الغربي الصهيوني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية مؤملا من مخرج اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة المنتظر لنعقاده يوم الثاني عشر نوفمبر الجاري أن يكون فرصة لتحقيق مثل ذلك المشروع الموحد غير مسقط من حساب حديثه تثمين الدور المصري الراعي للمصالحة ممثلوا وفود الفصائل بدورهم شكروا لحركة حماس ما سموه المبادرة الجزئية المسؤولة بحل اللجنة الإدارية وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمضي قدما نحو إنجاز المصالحة وللتخفيف بمعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ولطي صفحة الانقسام البغيض محذرنا من وجود مشروع خطير لتصفية القضية الفلسطينية باستغلال المصالحة كما دعوا إلى التركيز على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيل دورها لتكون قادرة على حمل المشروع الوطني الذي يستثمر كل طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة المشاريع التصفوية لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني منبهن على ضرورة الاستمرار في التواصل والتمسيق في الجهود وخصوصا في هذه الفترة لاستثمار مناخات المصالحة الإيجابية في تحقيق الوحدة الوطنية من جهة ولضمان عدم تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية من جهة أخرى يذكر أن بدران قد استهل زيارته إلى لبنان بالمشاركة وتمثيل حركة حماس في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في الذكرى المئوية لوعد بلفر المشهوم الرئيس الموريتاني يصل مدينة شرم الشيخة المصرية لحضور أعمال منتدى شباب العالم المنظمي في المدينة دعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية يقول أن قوانين حزب تواصل لا تسمح له بترشح لرئاسة الحزب النجر تعلن السماحة للولايات المتحدة الأمريكية من اشترك طائرات حربية بدون طيار على الحدود مع مالي وليبيا اشتركوا في القناة